من كوبرا كالكير سنتر معكم عبد الله ورجعنا لكم بس تعالوا معنا ترجيكم هذه التحفة الفنية اللي جهزة في نيسان باترول البلاك هوك هذا الباترول موديل 2017 تحول بالكامل لموديل 2021 بطراز البلاك هوك كما تشوفين بالمقدمة الأمامية ميكس ما بين ألوان البلاك هوك لون السيارة الأصلي لديكم نشوفوا التفاصيل والأعيارات كيف تطابق 100% زي ما احنا بدنا ضفنا لها البوديكيت الجانبي بعطي جمالية كتير للسيارة بدنا لها كوشوك الأوفرود طلعنا العجل شويلة بره مع جنطات اللي سان الباترول 2021 قطلع لما يرزلت في جنن دهلنا السيارة بالكامل وعزلناها غرافين حابين نفرجيكم برضو كمان من وره في عندي نتيجة كتير حلوة بالنسبة للسيارة فسألا بدي أخدكم على إشي في غاية الروعة حابين نفرجيكم برضو ومن الداخل طلع معي نتيجة نهائية بغاية الروعة وتدائم من الديجيتل داشبورد موجود قدامنا ملتي فنكشن ديجيتل داشبورد فيه كتير أوبشنز فيه كتير شغلات ممكن تستفيد منها وتفيد السيارة معلومات السيارة كلها موجودة على هذا الديجيتل داشبورد وتتحول من العادي إلى النظام الديجيتل الرقمي ودائم من السنتر كونسول اللي ما انتوا شايفين القوصلة بالأعلى ونظام السنتر كونسول كامل هنا الملتي ميديو وهنا شاشة نظام التكييف والتبريد والتدفئة هو الكلايميت سيستم ضفنا لها الباور كوماندر سيستم نظام بيقوي من عزم السيارة بصير عزمها أحلى يمكن تحكم فيه تشغل وتفيد السنتر كونسول كلها تتحول مع ما كان مساحي التخزين طبعا الكابسات هدول أي شيء بيكون شغال برجاء شغال على السيارة أي شيء مشغال يعتبر زيك أنه بس أنه منظر أو أوبشن بالنسبة للمقاعد تحولك بالكامل للجلد عملنا ميكس ما بين الأسود والأحمر وفوت أحمر وضفن الدايموند طبعا هذا المقاعد من تصميننا بالكامل في جلود في أعلى الجودة ومكفولة مدن خمس سنوات الفرمايكة الداخلية بالكامل كمان تحولت وهي كل شيء بالنسبة للغروف الداخلية وإنتا تطالع فرجينا برضو كمان بطالي الأبواب نتيجتهم النهائية الباترول بلاك كوك 22 صار جاهز عشان يتسلم طبعا هاي السيارة واحدة من 6 أو 5 سيارات موجودة على الشارع بعمان نتيجة نهائية بتاخد العقل جمال مش قادر ما أظلني أطلع على السيارة قد ما هي حلوة ما شاء الله من كوبرا كالكير سنتر ما بتاخده وغير كل شيء مميز حنترككم مع الكاميرا نرجع لكم فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا